دي مصيبة دي مصيبة مكسر في العمود من جوه ومدخل السباكة نهر سود الصناعية الجنة أنا بشوف المنظر مش مصدق والعمود اتدمر خالص العمود اسود طيب الرطوبة اللي برا دي جات من ايه جات ان الميا اللي موجودة هنا في الحمامات شربتها الرملة اللي موجودة الرملة دي فضلت تسقي في الارضيات لغاية ما طلعت في الحيطان اللي احنا شفناه برا وبدأت تأثر على العناصر الخالصانية ومن ضمنها العمود ولما هنكتشف الكلام ده هنعملها لكم ونوريها لكم بإذن الله طبعا الرطوبة اللي وريتها لحضراتكم على الحيطان واللي بنتكلم عليها من اول الحلقة كان فيه عطرات كبير ان هي مش من السباكة بتاع الحمام الحمام طبعا شكله كويس جدا ومتشطب كويس ما فيش حاجة زهرة برا لكن دي بترجع لخبراتنا احنا فعلشان ما نبوص الحمام قلنا نقطع بالصاروخ بلاطة واحدة بس في الاول بصوا عاملة ازاي ادي المية اللي موجودة تحت البلاط عاجينة مليانة مية هات يا ابني هات لا هات لي من تحت خالص طلع ده كله وعايزين نشوف المية تحت البلاط ولا المية على الخرصانة من تحت خالص دي هتفرق معينة لان انا دماغي جاية لحاجة معينة اكتشفتها لازم اتأكد ان كلامي صحر مليش دعوة بقى باللي واقفوا اللي بيتكلموا اللي بيعمل بصوا بقى المية بقت فين من اللي بيمسح فوق ما تبقاش تحت خالص كده لان دي ضربة منين من البيبة من تحت فالمية بتجري في بطنية الخرصانة لو كاية من فوق يبل في مية في الاعي مية على الخرصانة كل دي بتاكل في جسم الخرصانة بتاع الزقف وبنقشر بشويش حوالين الخرصانة والبتاع لغاية ما اكتشفنا الشرخ بالمنظر ده شايفين التشعيرة بقى مكسورة حاجة بسطة خالص مش بينة لكن زي ما قلت تشعيرة او شرخ خفيف جدا في البيبة كان بينزل المية نقطة نقطة لغاية معامل المصيبة دي في سنين اه 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 ا اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته